والله يقول وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ومعنى وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ يعني إذا أردت أن تقرأ القرآن وليس معنى وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ يعني بعد ما تقرأ تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإنما معنى وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ يعني وإذا أردت أن تقرأ القرآن والذي يدل على ذلك السنة الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله ثم يقرأ ثم المعنى أنت لماذا أصلا تستعيذ حتى لا تلتبس عليك القراءة حتى لا يلتبس عليك القراءة فمتى المناسبة أن يستعيذ قبل أن يقرأ أو بعد ما يقرأ قبل أن يقرأ فمن حيث تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم العملي يستعيذ ويقرأ ومن حيث المعنى أنت تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم تطلب منه العود يعني اللجوء إليه والاعتصام به حتى يقيك الشيطان ولا يلبس عليك قراءتك طيب كم مرة تستعيذ هل تستعاذة واحدة في بداية الصلاة ولا بداية كل ركعة تستعيذ هنا العلماء منهم من قال هذا منهم من قال هذا منهم من قال يكفيك أنك تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في أول ركعة لقرأت جميع ما تقرأه في صلاتك في الثانية في الثالثة في الرابعة ما في داعي تقول أعوذ الله من الشيطان الرجيم يكفي أول مرة ومنهم من قال لا أنت قرأت بعدين قطعت قراءتك ركعت واعتدلت اقتدلت وسجدت وجلست وسجدت وقمت للركعة الثانية فهنا ها تستعيذ مرة ثانية فهم يا أبا حسين لا تقول لأيهم أفعل شوف اللي اقتنعت فيه أفعل ها الأمر فيه ساعة ها هذه مستحب لو استعذت في بداية كل ركعة فلا بأس لو اكتفيت بالاستعاذة الأولى فلا بأس ما الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام ما عندنا نص يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم كرر الاستعاذة أو اكتفى لو كان فيه نص لصرنا إليه ما صار هذا الخلاف لكن هذا نظر انظر هل تكتفي باستعاذة واحدة لكل الصلاة أو تستعيذ في بداية كل ركعة يستعب أن تقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لماذا؟ لأن هذا ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم فإذاك ما تأتي بغيرها الاستعاذة أعوذ بالله السميع العليم ما تقول مثلا أعوذ بالله العظيم الجبار لا لأن هذا ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم فتقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم واضح؟ هذا الاستعاذة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر